استقبلت مدينة رأس البر ودمياط الجديدة مليونا ونصف المليون زائر لقضاء عطلة شم النسيم وصرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طهى محافظ دمياط بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المرافق كافة والقطاعات الخدمية بما يكفل توفير الراحة والأمان لرواد رأس البر لقضاء إجازة شم النسيم وأضاف أنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى بين جميع أجهزة المدينة لتوفير كل سبل الراحة لروادها في هذا اليوم كما كثفت مدرية أمن ضمياط الحملات الأمنية والدوريات المرورية على جميع الطرق ورفعت مدرية الصحة بالمحافظة حالة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات وقامت مدرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري بحملات مكثفة ومتابعة على جميع الأسواق